السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة استخراج رخصة صيد ترفيه في اقل من ثلاث دقائق في اكتر من طريقة طبعا ممكن عن طريقة استخدام موقع تم او نقدر نزل تطبيق تم على التليفون زي ما انا منزله كده بادخل على التطبيق مباشرة بعد ما بتدخل على التطبيق بدخلك احيانا يطلب منك اللي هو الدخول بالهوية الرقمية بعد ما بتدخل اكتب في السيرش انهوت مثلا رخصة صيد فقط لو كتفت بسرخصة صيد فقط وبعدين عملت السيرش انتظر شوف ايه ليه يطلع معنا طبعا نتاج البحثة طلقت عندي بالشكل ده هتلاحظ ان فيه عندك طلب اصدار رخصة صيد ترفيه اسبوعية طلب تجديد رخصة صيد ترفيه سنوية طبعا احنا بنعمل طلب اصدار رخصة صيد ترفيه ايه سنوي هدوس عليها بسهولة جدا هتختار كلمة ابدأ مباشرة هنا هوا بعد ما تدوس على ابدأ بتعبي البيانات الموجودة عندك بكل سلاسة وسهولة جدا يطلب منك تفاصيل العلمان بتاعتك لان اريد اصلا بياناتك اسمك ورقم تليفونك بيكون ظاهر لان التطبيق مربوط بالهوية الرقمية بتاعتك وبعد كده بتدخل عنوان السكن بتاعك زي ما انا مسجل مثلا هنا العين اختار الامارة والمدينة وبعدين بعد كده بتدوس على كلمة التالي بتدخلع مرحلة الدفع بوجرد انك بتدفع وتأكد عملية الدفع على طول بتظهر رخص عندك الشغلة التانية المهمة في بعض الاحيان ممكن تجي تدوس على التالي ما تلاقيش في عالم عاك ففي الحالة دي بتتلاقي ان انت اصلا ما دخلتش رقم التلفون متاعك انا صحيح كتبت عنوانك بشكل سليم بعد كده بالتالي وتكمل اجراءات الدفع على طول بتنزلك رخص عندك على الموقع بشكل مباشر شكرا وبالتوفيق للجميع ان شاء الله اشتركوا في القناة